موسيقى 47 ألف ضحية حصيلة مؤلمة في سوريا وتركيا للزلزال المدمر منها 43 ألفا وخمسمائة في تركيا فيما وصل عدد المتضررين من الكارثة في سوريا إلى نحو 9 ملايين ركام على مدى النظر في الأحياء المنكوبة قد يستغرق رفعها أسابيع طويلة وجهودا ضخمة فكيف يبدو الوضع بعد مرور 18 يوما على الزلزال ما وضع المتضررين والنازحين من أبنية مهددة بالسقوط في أي لحظة وللوقوف أكثر على تدعيات زلزال سوريا وتركيا ينضم إلينا من حلب مرسلنا ريدالباشا من أيضا الأذقية مرسلنا محمد الخضر وينضم إلينا كذلك من تركيا تحديدا من جنوب تركيا في مدينة سيليسكا موفد الميادين علي مرتضى ونبدأ معك نرحب بكم جميعا طبعا نبدأ معك علي نتحدث أكثر عن المنطقة التي تتواجد فيها حجم الدمار كبير أيضا الضحايا للأسف في الزياد مع توقف أعمال الإنقاذ بالتالي كيف يبدو المشهد في المنطقة لديك نعم في المناطق التي تعرضت للزلزال كما ذكرت فإن الدمار هائل الصنفة التركية تحاول إزالة الردم وأيضا تحاول التعامل مع الملف النازحين ونحن انتقلنا إلى سيليسكا هنا لنوقوف على ملف النازحين وكيفية إسكان الناس الذين ذهبوا تعلمين بأننا نتحدث عن أكثر من مليونين نازح من المناطق التي ضربها السيزال وتعتبر سيليسكا أحد المقصد أو مقصد الناس الذين نزحوا من هناك إلى هنا السلطات التركية في هذه المنطقة تقوم بإسكانهم في شقق تابعة لجهات الإسكان التابعة للدولة أو شقق قد محا الناس أو حتى تقديمات شقق عبر تقديم مساعدات مالية لكي يتمكن الناس من الإسكان في هذه المنطقة واضح بأن لا تزال الناس أيضا تخاف من الهزاة الإسكانية تخاف من حدود شيء ما وربما في الرسالة اللاحقة سوف ننقل لكم شيئا غريبا لأن هنا في هذه المنطقة هناك في جمال طروس عند اليوروك وهم قوم أتراك يعيشون بالخيم علمنا بأن هناك الألاف الذين بدأوا بالهجرة وذهاب إلى هناك للعيش بالخيم خوفا من الزلازل ومن الأزاد بالتالي لا تزال الشعب التركي كشعب على المستوى الشعبي لم يخرج من فضمة الزلازل ولم يخرج من فضمة القوف أما على صعيد الحكومي فإننا رصدنا جوا واضحا بإدخال موضوع الزلزال في السياسة المعاربة سنتحدث أكثر عن موضوع الخطوات الحكومية لكن حدثنا بالتفصيل عن الموضوع الذي تحدث عنه بأن عائلات بدأت بالنزوح إلى صفوح جبال طروس للعيش هناك في خيم وكان الزميل عمر كايد أعتقد أعد ميداني عن هذا الموضوع عن القبائل التي لازالت تعيش في الخيم هل هناك الناس كانوا يعيشون في الحضر وأخذوا يعيشون فيه؟ هذه القبائل تسمى قبائل يوروك وهي بالأساس هي أساس الشعب التركي يعني هم الأتراك الأساسيين وهم لازالوا إلى يومنا هذا يعيشون في الخيم سنكون معكم طبعا من هناك وسنريكم أبن الشاشة طريقة معيشاتهم وحتى كيف أن الناس بدأت تذهب إليهم وتجد الإشارة بأنه في السنوات الماضية السلطة التركية جاهدت كثيرا لإخراج أولئك من هذه الجبال وأسكانهم في الأبنية اليوم الناس الذين تعرضوا للزلزال بدأوا ينزحون إليهم باعتبار بأن هذه هي طريقة العيش المناسبة وهي فعلا حالة اجتماعية نفسية غريبة لابد من الوقوف عليها ولذلك قررنا الذهاب إلى هناك والوقوف على هذا الموضوع الغريب وبالفعل الزميل عمر كايد كان قد أعد وثيقيا عن هذا الموضوع اليوم اليوروك باتوا مقتضا للشعب التركي بعدما كانوا يعتبرون بأنهم يعيشون خارج الحضارة ويعيشون خارج التقدم وهذا يعني دعيني أقول بأنه بحسب ما يتحدث الناس بأن الأتراك بدأوا يعودون إلى أصلهم يعني هذا اليوروك هم أصل الأتراك هم أصل السلاجقة منهم انطلقت الأمة التركية ويبدو أن هناك حالة شعبية بالذهاب إلى جبال طروس والعيش بهذه الطريقة وبنفس الطريقة التي يعيش فيها اليوروك وطبعا سنكون معكم في رسائر لاحقة من هناك نحن في طريقنا إلى هناك وحينما نكون هناك سوف نظهر بأم العين أمام الكاميرا هذا الأمر للمشاهد بالفعل ننتظر منك هذه المشاهد وستبقى معنا في هذه الساعة الزميل على المرتضى لو سمحت إذن من مدينة سيليفكا في جنوب تركيا نذهب إلى الزميل رضا الباشا ونتحدث أكثر عن المشاهد لديك رضا عن النازحين عن ما فقدوا منازلهم أيضا عن عمليات رفع الإنقاذ ونبدأ بعمليات رفع الإنقاذ كيف يبدو المشهد لديك تتواجد في المدينة القديمة في حلب للأسف التي تضاررت أيضا نعم دينا فعلا المدينة القديمة في حلب هذا المكان كنا فيه خلال التغطية عندما كان الزملاء هنا في مدينة حلب كان فيه دمار كان العمل يجري من أجل تحسين هذا الواقع فتح هذه الأزقة طبعا نحن لم نتمكن أن ندخل إلى العمق نظرا للتجهيزات اللوجستية لا تسمح بذلك ولكن تمكننا من الوصول إلى هذه النقطة تحديدا ما رأيناه بأم العين في الداخل ما تسمى هنا ساحة العقبة هي مدمرة بشكل شبه كامل هناك أبنية منهارة سويت بالأرض حسب ما علمنا بأن خمسة ضحايا قضوا تحت أنقاذ حجارة المدينة القديمة في ساحة العقبة وكما تلاحظين هنا عمل الأهالي على إزالة الحجارة قليلا لكي يتمكنوا من الوصول إلى الشوارع الرئيسية ولكي يتمكنوا أيضا من التحرك فعليا في هذه المنطقة طبعا الزملاء يعملون على إيصالنا إلى نقاط أعمق من هذه النقطة أعتقد بأن الزميل محمد الآن يمكنه أيضا أن يتحرك إلى الأمام قليلا لكي نرصد أكثر بعين الكاميرا حجم الدمار في هذه المنطقة طبعا هذا المكان الذي نقف فيه هذا الشارع الذي نقف فيه هو شبه مدمر كما أشرت الأبنية إما منهارة أو هي آيلة للسقوط الشوارع والأزقة داخل المدينة القديمة في حلب مغلقة مقطوعة نتيجة للحجارة ونتيجة للإنهيارات التي حدثت طبعا هذه المنطقة دينا تعرضت للزلزال الذي كشف ما خلفته الحرب هذه المناطق تعرضت لحرب قاسية يمكن للزميل محمد أن يأخذنا بالصورة لنرى آثار الحرب والزلزال في مكان في آن واحد معا كما تلاحظين في عمق الصورة قلعة حلب هي قريبة جدا من هذا المكان إضافة إلى عمليات الترميم التي تجري في الجامع أو المسجد الأموي الكبير في حلب وإضافة إليها هذا الدمار في هذه المنطقة طبعا نحن هنا بعيدين عن الشارع الرئيسي أكثر من 200 متر والدمار يغلق هذا الشارع بشكل كامل وكما تلاحظين أيضا هنا الدمار ما علمناه من الأهالي بأن هذا الحجم من الدمار دينا هو ازداد جراء الزلزال الثاني الذي كان قبل ثلاثة أيام أدى الزلزال الثاني إلى تشققات أدى إلى مزيد من الانهيارات وهذا بطبيعة الحال انعكس سلبا حتى على عمليات الترميم التي كان يقوم بها بعض الأفراد في هذه المناطق يمكن أن نلاحظ أيضا في هذا المكان التشققات أيضا في ما يسمى بالقناطر هنا في حلب في الجدران مثلا في هذا المكان تحديدا في هذا المكان المسقوف تحت هذه القناطر حاولنا أن ندخل أكثر ولكن حجم الركام دينا في هذا المكان الذي نقف فيه وفي الشارع الذي خلف هذا الركام لا يمكن العبور على الإطلاق هنا حجم دمار هائل لا أعلم إن كان الزميل محمد يمكنه أن يصل إلى هنا يدخل أكثر بالكاميرا لنرى حجم الدمار على الأقل نعرضه من خلال عدسة الميدين في هذا المكان هذا الشارع مغلق أو هذا الزقاق مغلق بالكامل يعكس بشكل أو بآخر حجم الدمار في المدينة القديمة بشكل كامل وهو يتكرر كثيرا في هذه المنطقة طبعا هنا نتحدث عن دمار كبير في المدينة القديمة جراء الحرب أولا ثم جاء الزلزال عدم القدرة على ترميم ما دمرته الحرب كان هناك عملية ترميم تجري بشكل متسارع ولكن هذا الترميم كان محدود يقتصر على بعض الشركات السورية بشكل أو بآخر ولكن لم يكن كافيا دينا بطبيعة الحال ما تم ترميمه في حلب فعليا لم يتعرض أو لم يتأثر كثيرا في الزلزال ولكن هذه المناطق لم يتمكن تتمكن الأمانة السورية للترمية الشركاء الذين يشاركونها العمل في هذه المدينة القديمة لم يتمكنوا فعلا من ترميم أكثر من السبعة أسواق خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات الاقتصادية بسبب عدم وجود الخبراء نتيجة لهذه العقوبات الدوليين أو حتى اليونسكو لم تتدخل في هذه المناطق مما أدى عندما جاء الزلزال أدى إلى انهيار أكثر أدى إلى دمار أكثر الحرب خلفت أبنية أو جدرام متصدعة لربما يمكن أن تنهار في أي لحظة جاء الزلزال فعلا ليؤدي إلى هذا الانهيار الذي ترونه في الصورة دمار فعلا كبير في المدينة القديمة التي تعتبر واحدة من أقدم مدن العالم أقدم مدينة في العالم هي مدينة حلب القديمة يعود عمرها إلى ما يقارب 12 ألف سنة وهي مسجلة على قائمة اليونسكو ولكن غابت اليونسكو دينا عن هذه المدينة تغيب اليوم بعد الزلزال وغابت أيضا بعد الحرب طبعا هذا المشهد الذي كنتم ترونه هو جزء من هذا المشهد الذي نرى نحن في المدينة القديمة خلال جولتنا فيها نعم عن هذا التفصيل سنسأل مدينة قديمة عمرها ألف الأعوام وبالتالي هي تحتاج إلى فرق خاصة وربما مختصين لترميم وإعادة البناء ليس كذلك ليس فقط إلى جهود حكومية أو ما إلى ذلك الصحيح دينا صحيح دينا لا يكفي لا يكفي الجهود الحكومية لا يكفي أصلا عمل المؤسسات السورية ولا يكفي أيضا دعيني أقول لك حتى المؤسسات المختصة العربية لكي تتمكن من العودة إلى المدينة القديمة ولكي تتمكن المدينة القديمة من العودة إلى ما كانت عليها هي تحتاج إلى حضور حقيقي وواسع من قبل منظمة اليونسكو هي تحتاج أيضا إلى حضور حقيقي وواقع وحقيقي وكبير لمختصين في علم الأثار لمختصين في كل ما يخص المدن الأثرية أو المدن المسجلة على قائمة اليونسكو طبعا هنا نحاول أن ندخل قليلا ولكن أيضا الشارع شبه مقطوع وهناك حجارة أيلة للسقوط وجدران أيضا أيلة للسقوط في هذه المنطقة ولكن بطبيعة الحال هذا هو المشهد يغيب تماما الفرق المختصة سواء كان سابقا الفرق الإيطالية الفرنسية الألمانية وغيرها من الفرق المختصين في علم الآثار المختصين في علم الآثار أو حتى اليونسكو التي تشرف في طبيعة الحال سابقا تشرف على هذه النوع من المدن وعلى المدن التاريخية وعلى المدن المسجلة على قائمة اليونسكو مدينة حلب القديمة هي مسجلة على قائمة اليونسكو بطبيعة الحال ولكن غابت اليونسكو عنها وهذا الأمر بعد هذا الزلزال يتجلى أكثر في المدينة القديمة لحلب طبعا لا بد أن أشير بأن أجزاء القلعة التي انهارت في الزلزال الأول الذي كان قبل ما يقارب 17 يوم من الآن أيضا انهار أجزاء جديدة من القلعة سواء في الحمام أو حتى في مئزانة القلعة التي كانت قد انهارت مئزانة مسجد القلعة وأجزاء من سور القلعة جراء الزلزال الثاني أيضا زاد عز حجم الدمار زاد الانهيار في المدينة القديمة لحلب كما أشرت الفرق التي كانت تعمل المتطوعين الذين كانوا يعملون هنا بعد الزلزال الأول نتيجة لحجم الدمار وقفوا بشكل تقريبا شبه عاجزين كما تلاحظين هذه التشقوقات التي ترينها في الصورة لا سمح الله في حال وقوع هزة ارتدادية أو هز أي زلزال آخر كالزلزال الذي وقع قبل ثلاثة أيام لربما سنكون أمام انهيار هذه القناطر التي تعتبر من أهم الأثار الموجودة كما أشرت في العالم وفي واحدة من أقدم مدن العالم على الإطلاق هي مدينة حلب هي المدينة الأقدم المأهولة على مستوى التاريخ البشري أو على المستوى البشرية الآن ولكن هي مهددة بالزوال فعليا وهذا أمر يهدد فعلا كما يسمى التراث الثقافي العالمي التاريخ العالمي يهدد أيضا ذاكرة التراث العالمي يهدد ذاكرة الشعوب بشكل كامل لأن مدينة حلب في مكان معين دينا هي ليست فقط للحلبيين هي ملتقى خطوط التجارة العالمية لربما مدينة حلب هي المدينة الوحيدة في العالم التي كانت معبرا لخط التجارة العالمية خطي الحرير سواء الشمالي أو الجنوبي وهي أيضا كانت معبر للخط البحري لذلك هي كانت وجهة الشعوب سواء كانوا من الأوروبيين أو الصينيين أو الإيرانيين وغيرهم لذلك نلاحظ حتى دينا في هذه النقطة مثلا في مدينة حلب يوجد خان يسمى خان البنادقة نسبة للإيطاليين وخان الوزير هو معروف بأنه للإيرانيين وهناك خان السلاجقة وخان أسماء بأسماء الشعوب التي كانت تأتي إلى هذه المدينة وتقيم فيها للأسف هذه الذاكرة بدأت تنهار أو هي تنهار منذ الحرب دمرت بأجزاء كبيرة منها هذه الذاكرة اليوم بسبب هذا الزلزال أيضا انهارت أكثر وتجلد حجم الدمار في أزقتها وشوارعها يمكن أن نقول بأن أوصال المدينة القديمة اليوم في حلب هذه الأوصال مقطعة بأن شرائيين المدينة القديمة التي كانت تعتبر الشرائيين وتعتبر قلعة حلب بأنها القلب القلب اليوم في أجزاء منه مدمر وهذه الشرائيين كما تلاحظين والأزقة هي مقطعة بشكل كامل لا يمكن عبورها هناك من سعى لإزالة بعض الركام إن كان ممكنا كما في الزقاق الذي كنا فيه قبل هذا الزقاق أما هنا فيبدو الأمر شبه مستحيل لا يمكن إزالة هذه الحجارة لذلك فضل أهالي أصلا مغادرة هذا المكان بشكل كامل أولا لأنه بات خطيرا بات يشكل خطر على حياة السكان ومن يقيم في هذه المنطقة كما أشرنا إلى التشقوقات التي يمكن أن تنهار في أي لحظة إضافة إلى عدم القدرة على فتح هذه الأزقة وعلى فتح إزالة هذا الركام خاصة وإزالة هذا الركام نحن لا نتحدث عن آلة معينة يمكن أن تدخل إلى هنا وترفع هذا الركام هذه الحجارة يتم إزالتها حجرة حجرة لا يمكن أن تعتمد الآليات الثقيلة لإزالة هذه الحجارة لذلك هي مهمة صعبة وهي مهمة تحتاج إلى خبراء لكي يتمكنوا فعليا ودقيقة فعليا لكي يتمكنوا من إزالة هذا الركام أولا رفع هذه الأتربة ومن ثم إعادة تركيب هذه الأتربة مع هذا الحجر ليصار إلى ترميم الجدران ليصار إلى ترميم هذه الأزقة بشكل كامل أود فقط أن أشير الفارق هنا دينا مع باقي المناطق حلب بأن الأتربة الموجودة بين هذه الحجارة هي أتربة تعتبر جزء من تاريخ هذه المدينة لأن هذا النوع من التراب هو النوع الوحيد الذي يمكن أن يجبل مع الحجارة لكي تتماسك مع بعضها البعض ولذلك يتم الحفاظ حتى على هذه الأتربة أولا تعزل الحجارة ومن ثم تجمع الأتربة مرة ثانية ليأتي المختصون في العمارة ليأتي المختصون الذين كانوا قد مسحوا المدينة القديمة في حلب سابقا من خلال الصور المتوفرة في أرشيف الدولة السورية ومديرية الثقافة في حلب أو حتى المتاحف في حلب لكي تأتي هذه الصور وتعود هذه الجدران كما كانت من خلال بعض المختصين في عمارة هذه الجدران فقط أود أن أشير دينا بأنه لا يمكن ليس أي شخص يمكنه أن يعيد هذه الحجارة لكي تكون كما هي الآن مركبة ما أعلمه حسب ما سألته في الفترة الماضية بأن من يقوم في هذا العمل الآن في مدينة حلب يوجد فقط ثلاثة أشخاص يمكنهم أو يعرفون كيف يمكن التعامل مع هذا النوع من العمارة كيف يمكن التعامل مع هذا النوع من الحجارة كيف يمكن خلط هذه الأتربة التي ترينها بدين الحجرة أو التي ترينها في هذا الجدار الآيل أيضا للسقوط كيف يمكن خلط هذه الأتربة لتعطي حالة من التماسك لهذه الحجرة. الثلاثة أشخاص فقط بقية في مدينة حلب من الأشخاص الذين كانوا مختصين في هذا الأمر والذين كانوا مختصين في عمليات الترميم والذين كانوا مختصين في عمليات العناية بالمدينة القديمة في حلب منهم بانقضى واستشهد جراء الحرب ومنهم من هاجر جراء ضعف الوضع الاقتصادي وسوء الوضع الاقتصادي أي من تبعات العقوبات الاقتصادية الموجودة على سوريا والتي أيضا هي تنعكس على دور يمكن لليونسكو أن تلعبه في هذا المجال أو دور يمكن تلعبه الأمم المتحدة في هذا المجال لذلك تبقى المدينة القديمة إلى اليوم تقريبا كما أشرنا اليوم السابع عشر من الزلزال الأول تبقى إلى الآن بعيدة عن العين تبقى إلى الآن بعيدة عن عمليات ترحيل هذه الأنقاض أو بالأحرى إعادة ترتيب هذه الأنقاض لكي تصبح جدرانا كهذه وتصبح قناطر كهذه نأمل أن لا يأتي زلزال آخر وبعد أيام ويكون مصير هذه القناطر كمصير الزقة التي رأيناها ويكون فيها الدمار كما رأينا في الصورة قبل قليل نتمنى أن تكون هذا التراث وهذا الكنز أيضا التاريخي في حما رضا ابقى معنا لو سمحت شكرا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه الصورة من داخل المدينة القديمة في حلب نذهب إلى الزميل محمد الخضر في اللاذقية محمد حتى الساعة كيف تبدو عمليات إيواء النازحين ماذا عن العائلات ماذا عن الإحصاءات ماذا عن العمل المستمر والدعوب أيضا لإيواء كل من فقدوا مساكنهم من داخل اللاذقية ومن خارجها؟ نحن هنا في هذا المركز الأكبر في اللاذقية هو مركز المدينة الرياضية الذي يضم مئات العائلات ضمن ثلاث صالات بدأ العمل به منذ الساعات الأولى لهذا الزلزال كحل إسعافي وهو مستمر حتى هذه اللحظة الجهد هنا أساسا يتركز على ما تقدمه المؤسسات والجمعيات الهلال الأحمر السوري مديرية الصحة وأيضا المؤسسات الأممية والمشرفة على هذا المركز هي مؤسسة العرين في اللاذقية هناك 27 مركزا تستوعب الآلاف من المتضررين نتيجة هذا الزلزال لكن العدد الأكبر في الواقع هم أبعد من المراكز يعني هناك عائلات بأكملها آلاف العائلات ربما لا نبالغ غادرت إلى مناطق أكثر أمانا إلى ذويها وأقاربها إلى ما تمتلكه بعض العائلات الميسورة من منازل في الريف القريب من هذه المحافظة والبعيد عمليا عن الضرر الكبير الذي أصاب البيوت والمنازل في هذه المنطقة طبعا هو مركز مؤقت بطبيعة الحال لأنه أساسا صلاة رياضية هي صلاة لكرة السلة لكرة اليد يعني صلاة غير مجهزة لاستقبال المدنيين في هذه المنطقة هناك محاولات لإقامة ألواح من الخشب التي تفصل العائلات بعضها عن بعضها من أجل الخصوصية هذه العائلات وهناك كما ترين سيارات صحة تتبع للهلال الأحمر للصليب الأحمر حتى هذه السيارة الصحة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهناك نقطة طبية داخل هذه الصلاة هي تابعة للحشد الشعبي العراقي لقطة دوائية في مواقع أخرى ربما قد تكون الصورة أقل كعدد حضور من الأشخاص لكن الجزء الأهم في الواقع هو ما يتصل ممن غادروا هذه المناطق يعني هناك ألاف العائلات ممن لم تصلهم في الواقع حتى الآن فرق الدعم أو الإغاثة أو الدعم بمعناها تقديم الدعم الإغاثي الغذائي والصحي هناك محاولات طبعا لأن أساسا المحافظة وحتى كل جهات الدولة السورية لم تكن مجهزة لمواجهة مثل هذا الزلزال بخطورته وبخروج البلد من فترة طويلة من الحرب 12 عاما وبقاء الحصار والعقوبات الاقتصادية حتى هذه اللحظة المستوى الآخر من الجهد والمرتبط بعمق بموضوع الإيواء هو ما يتصل بصراحية المنازل العودة إليها في اللاذقية حتى هذه اللحظة كنا على تواصل مع نقابة المهندسين في هذه المحافظة تم مسح 22600 منزل التأكد من سلامتها الإنشائية بناء على شكاوى تقدم بها الأهالي عبر المخاتير والبلديات من هذه المنازل في الواقع العدد الأكبر هو عدد صالح للسكن يحتاج إلى بعض الرتوشات ربما لكن هناك حوالي 800 منزل أما دمرت ليس منزل بناء بالأحرى يعني أكثر من منزل أما دمرت خلال هذا الزلزال أو أنها تحتاج إلى عملية أو قرارات هدم مباشرة بدأت هذه العمليات الهدم مثلاً كان هناك بناء نحن تابعناه قبل يومين في منطقة الجنديرية في البهلولية حوالي 17 كيلو متراً عن اللاذقية بناء من الأربع الطابق جرى هدمه لأنه يشكل خطر على طريق عام رغم أن المنطقة هي منطقة زراعية وخطر على منزل مجاور له الآن هذا الجهد هو في الواقع جهد كبير ربما أكثر من أسابيع ربما يحتاج إلى أشهر لأن الأمر ليس لصعوبته لأن الأمر يحتاج إلى معدات هندسية بالأمس كنا نتابع على شاشة الميادين في حلب عند زمير رضا استشهاد أحد العاملين وهو يقوم بعمله الأدوات هي بسيطة ويعني عوامل حتى الأمان التي يقوم بها العمال هي قليلة للغاية جهد آخر يقام أو يجري العمل عليه من أجل متابعة هذه الأبنية في جبلة جبلة تضررت بشكل كبير وهي تتبع لمحافظة اللاذقية هناك عشرات الأبنية التي تحتاج إلى حسم أما تدعيماً أو حتى إصلاحاً أو ربما بعضها يحتاج إلى إزالة وهدم بشكل كامل وهذا في الواقع العمل جاري عليه مركزياً من دمشق الوزارة الإسكان ومن المحافظات البلديات ونقابات المهندسين والأهم في الواقع هي تحتاج إلى دعم هندسي للحكومة السورية في هذا الجهد الذي لا يكفي فقط يعني لا يكفي وجود الخبرات الفنية إنما الآليات يعني فقط معلومة هي 150 ربما آلية خصصتها وزارة الأشغال على مستوى الثلاث محافظات وهذا في الواقع عدد قليل مع مثل هذه الكارثة التي مست عشرات ألاف المنازل بدلاً من حلب واللاذقية وحمى حتى اليوم صباحاً كان هناك خبر في مجلس محافظة الترطوس يتحدث عن وجود 117 منزل تضرر نتيجة الزلزال تضرراً كبيراً وربما يحتاج إلى معالجات كبيرة بما فيها عملية الهدم هذه جبهة عمل واسعة جداً وبدأ العمل فيها وربما تحتاج أشهر لحسمها بشكل كامل بالفعل والمشهد أيضاً يتحدث عن نفس محمد الوضع تحديداً في سوريا يحتاج إلى جهود كبيرة وأيضاً إلى ميزانية كبيرة وإلى أدوات كثيرة وكبيرة ومتطورة للمساعدة في عمليات رفع الإنقاذ وأيضاً في عمليات الترميم وأيضاً إلى جهود مختصة كما تحدث الزمير رضا الباشر لإعادة بناء التراث والتاريخ في مدينة حلب وفي باقي مناطق أيضاً يعني أثارات أيضاً تضررت بفعل هذا الزلزال نعود إلى الزمير علي مرتضى من سليفكا عليكنا نتحدث معك وكنت تحدث أيضاً عن تفضل لدي فقط تعليق مقارنة يعني النظرة للمشاهد قلعة غازي عمتاب أيضاً هي قلعة تاريخية وقلعة تراثية بالفهم الفرق بين قلعة حلب وقلعة غازي عمتاب أن اليوم في قلعة غازي عمتاب هناك فرق من اليونسكو هناك فرق من جمعيات من التراث العالمي هناك فرق أتت من إيطاليا وفرق أتت من عدة بلدان للمساعدة على ترميم هذه القلعة وللمساعدة على إعادة الجزء الصغير الذي تدمر منها بينما كما نقل زميلنا رضا الباشر في سوريا دمرت أقدم قلعة في التاريخ البشري ولا أحد من هذه الجمعيات التي من المفروض أن تحافظ على التراث العالمي توجه إلى هناك وهنا ربما تظهر أيضا المفارقة في كيفية التعامل حتى بالنسبة للتراث العالمي بين تركيا وبين سوريا أردت أن أعلق على هذا الموضوع لأنه بالفعل تطر على ذلك حينما سمعت ما يتحدث عنه الزميل غضا الباشر عن الدمارة التي تعرضت له قلعة حلب من الحرب وصولا إلى الزلزال ولكن اليوم قلعة غازي عمتابية أيضا تراث ولكن ليست متروكة كما هي متروكة قلعة حلب فبالتالي واضح بأن التعامل العالمي وتعامل المؤسسات الدولية هو تعامل يكين بميكيالين التعامل مع تركيا بميكيال وتعامل مع سوريا بميكيال حتى بالتراث وبالقلعات التراثية التي أصيبت بالزلزال للأسف هذه الزواجية والاستنسبية في التعاطي من المجتمع الدولي في التعاطي مع التراث الإنساني هو تراث إنساني يخص كل البشر وليس دولة أو نظام معين أو حكومة معينة أنما يعني يليسهم هم يقتنعون بذلك يليسهم هم يقتنعون بميكيالين بما يقولون بالفعل طيب علي إلى جانب تتحدث عنه نتحدث أكثر عن جهود يعني الجهود كنت تتحدث عن جهود دولية ما نراه في تركيا جهود دولية للأسف غير موجود في سوريا أيضا جهود الحكومية ربما أشرت إلى هذا الموضوع عمليات إعادة البناء ربما أيضا بعد شق الطرقات أو إعادة افتتاح بعض الطرقات قد بدأ منذ فترة منذ أيام في تركيا نتحدث عن هذه الجهود أيضا المترافقة مع جهود الإواء السكان نعم نعم الحكومة التركية حكومة قوية اقتصاديا يعني اليوم البنك المركزي دفع سبعة مليار دولار فقط كي يحافظ على قيمة الليرة اليوم تم دفع ما يقارب أيضا سبعة مليار فقط حتى الآن لجهود رفع الأنقاض وكما قلت تعديد التركات وإعادة التواصل بين المناطق ستتوقع تركيا انعقاد المؤتمر الأوروبي لمساعدتها وعلى الأساس مساعدة سوريا ولكن من الواضح بأن محصة أكثر من الأساس سوف تكون لتركيا بهذه المساعدات اليوم الرئيس التركي أردوغان لأنه واثق من القدرة الاقتصادية لبلاده فقال بأن إعادة الإعمار كل الأذنية التي تضررت وهي أكثر من 140 ألف مبنى يجب أن يدمر إذا كان لم يدمر بالزلازل لأنه لم يعد قابل للسكن سوف يتم إعادة إعمارها بسنة وهذا الاتكال على هذا الموضوع واتكال تركيا على قواتي الافتصادية واتكال تركيا أيضا على المساعدات الأممية والمساعدات الدولية التي تصلها ومساعدات الأوروبيين والمساعدات التي تحدثنا عنها طوال الفترات الماضية فبالتالي اليوم بحسب التخديرات تحتاج تركيا إلى 40 إلى 35 إلى 40 مليار بحسب التخديرات لا أتحدث عن دقم محدد أن تركه الافتصادين ولكن بحسب المصادر بأننا نقف أمام 35 مليار إلى 40 مليار لعادة إعمار المناطف المنكوبة والتي تعرضت للزلزال ولكن المثير للدهشة الآن بأنه بعد أكثر من 18 يوما كما قلت للزلزال زلزال من شباط بدأت الأمور تذهب إلى معالجة موضوع الزلزال سياسيا المعارضة التركية تنتقد الرئيس أردوغام بأنه لا يزال يصر على إجراء الانتخابات في موعدها علما بأنهم يستندون بأن هناك مليونين نازح كانوا في هذه المناطق وخرجوا منها يجب أن يتم تأجيل الانتخابات برأيهم كي يستطيع هؤلاء أن يكونوا بمناطق آمنة علما بأن هناك مخاوف كبيرة ليست مخاوف هي تقديرات كبيرة بأن كل من كان في مواقع الزلزال قد تذهب أصواته أو قد يميل إلى المعارضة بسبب الطريقة أو بسبب تعطف المواطنين في هذه المناطق وهذا بحسب المعارضين يفعل الرئيس أدوغان إلى التمسك بموعد الانتخاب علي ستبقى معنا فقط إشارة إلى الموضوع الذي كنت تحدث عنه بأن قلعة الازواجية في التعاطي من قبل اللجان المختصة أيضا اللجان الدولية تحديثا عن اليونسكو في التعاطي مع قلعة حلب وقلعة غازي عنتاب قلعة غازي عنتاب ربما عمرة وتصححون لزميل علي والزميل رضا عمرة ألفين عام بينما قلعة حلب عمرة آلاف الأعوام ما قبل الميلاد بنيته ومتا يعني هنا بإشارة كبيرة وستة عشر ألف ستة عشر ألف سنة نحن نتحدث عن دينا نحن نتحدث عن قلعة قامت على أثر معبد في مدينة حلب هي بالأساس كانت معبد للإله حدد قبل سبعة آلاف سنة قبل الميلاد ومن ثم إذا أردنا أن نضيف ألفين بعد الميلاد فنحن أمام قلعة عمرها تسعة آلاف سنة كانت في البداية معبد ومن ثم تحولت إلى قلعة في بالتقربة في القرن الرابع أو في الألفية الرابعة قبل الميلاد بدأت تتحول إلى قلعة ومن ثم تحولت إلى قلعة هدمت عدة مرات عبر التاريخ جراء الزلازل أو حتى جراء الغزوات وغيرها من الأمور ولكنها عيدة ترميمها الشكل الذي نراه على قلعة حلب الآن هو المعمار في الفترة الحمدانية والفترة الأيوبية تم إنشاء القلعة وأضيف إليها بعض البوابات وأضيف إليها بعض القناطر والأسوار والأبراج الدفاعية التي ترينها الآن ولكن فقط أود أن أشير بأن قلعة حلب تاريخيا لم يحدث أن دخلها غاز لقلعة حلب وإنما كانت تحاصر لفترات طويلة من الزمن ومن ثم يتم تسليمها بعد الوصول إلى كما يقال سكوك من الصلح بين الأطراف المتنازعة في هذه المكان لأن قلعة حلب يوجد تحتها أنفاق تصلها إلى خارج مدينة حلب الحالية نحن نتحدث عن خارج مدينة حلب القديمة الأنفاق التي تصل إلى مدينة حلب يمكن أن نقول بأن بعض الأنفاق يصل إلى ريف حلب الجنوبي وبعض الأنفاق يصل إلى ريف حلب الشرقي وبعض الأنفاق يصل إلى ريف حلب الشمالي لذلك كانت عملية انسقاط قلعة حلب تاريخيا أمرا شبه مستحيل طبعا ما عدا مرة واحدة تمكنت جيوش المسلمين من دخول قلعة حلب بعد كما يقال الخديعة العسكرية التي كانت فتمكنوا من تجاوز أسوار قلعة حلب ومثلما فتحوا البوابة الرئيسية ليدخلوا إلى هذه القلعة كما أشرت من الطراز العمراني لقلعة حلب تعتبر هي القلعة الأكبر في العالم من ناحية القدم تعتبر القلعة الأقدم في العالم هي قلعة ليست قلعة هي عبارة عن قلعة وقاعة عرش يوجد فيها مدينة صغيرة يوجد أيضا فيها مساجد يوجد فيها حمامات يوجد فيها أسواق نحن نتحدث عن مدينة صغيرة تقع على تلة مرتفعة هي تعتبر واحدة من أعلى النقاط في مدينة حلب كما أشرت إذا أردنا أن نتحدث عن عمر الوجود في قلعة حلب هو 9000 سنة إذا أردنا أن نتحدث كمعبد ومن ثم في الألفين الرابعة قبل الميلاد بدأت تتحول إلى قلعة وما تتحدث عنه ربما خير شاهد رضا بأن هذه القلعة ستعود نحن نتحدث عن شواهد تاريخية بالفعل هذه القلعة ستعود وستدب فيها الحياة من جديد إذا سندنا إلى التاريخ بما أنها أعيدت إلى الحياة أكثر من مرة ابقى معنا زمير رضا الباشر أيضا نطلب من زملاء علي ومحمد أن يبقوا معنا ينضم إلينا الآن من عمان الدكتور قاسم أريوامي أريماوي عفوا الإختصاصي في الطبق النفسي نرحب بحضرتك دكتور قاسم حالات نفسية كثيرة نرحب بحضرتك حالات نفسية كثيرة حالات عصبية كثيرة أيضا ما بعد الزلزال كأثار للأسف أثار نفسية ما بعد الزلزال فقط لنفصل في هذه الحالات في تسمياتها العلمية أيضا في نسبة الخطورة أو حجم خطورة هذه الحالات نعم نعم شكرا على السؤال ويعطيكم العافية أولا وبرحب المشاهدين جميعا الكوارث الطبيعية بشكل عام بما فيها الزلازل بيجي وراءها تبعات نفسية وعصبية كثيرة بتأثر بالأخص على الأطفال أكثر من غيرهم وعلى عكس ما يقال بأن الأطفال مرنين وبأنهم بتكيفوا مع الأمور بسرعة لكن للأسف الأطفال يمكن من أكثر الناس يمكن أن يكونوا متضررين من موضوع الكوارث الطبيعية فبالنسبة لسؤالك كإسم لمسميات علمية للأمور التي ممكن تصيب الأشخاص المتعرضين لمثل هذه الكوارث أول شيء يجب أن نتكلم عنه هو حالة نسميها طبيا اختصارا بـ PTSD أو Post Traumatic Stress Disorder باللغة العربية يطلق عليه اسم كربما بعض الصدمة وهذه الحالة عبارة عن حالة نفسية تنشأ بسبب التعرض لموقف صادم بالحياة من ضمنه الكوارث الطبيعية لكن قد تحدث لأسباب أخرى زي مثلا الاعتداءات الجسدية الجنسية إلى آخر أو الحروب الزلزال الذي أصاب تركيا وسوريا للأسف سيكون له تبعات من هذا النوع وزي ما ذكرت الأخص الأطفال كربما بعض الصدمة الشخص بيصير عنده كوابيس متكررة متعلقة بالموضوع اللي حصل له وبالأخص لو حصل حالة وفاة عنيفة زي مثلا تهدم مبنى أمامه وتوفى له شخص عزيز عليه أو من أحد معرفة أو أصدقائه بيصير عندهم كوابيس متكررة بنفس هذا الموضوع بيكون الشخص برضو بيجي إحنا بنسميها أفكار أو ذكرة دكتور قاسم ما بعد عفوا على المقاطعة لكن ما بعد هذا الزلزال أو الزلزالين يعني شهدنا حالات غريبة جدا مثلا أن يكون شخص يرفض الدخول أو عودة الدخول إلى المنازل غير المهدمة يعني فكرة الخوف من أي أبنية وبالتالي هناك فوبيا كيف من الممكن التعاطي مع هذه الحالات يعني قد توصل إلى حالات انهيار عصبي ربما تابعنا بعض الحالات التي يعني حالة وفاة في سوريا تحديدا جراء انهيار عصبي خوفا من الزلزال وبالتالي كيف من الممكن التعاطي هذه الحالات نعم حضرتك ذكرت موضوع الفوبيا أو الخوف من دخول المنازل غير المتهدمة وهذا برضو جزء من الأعراض اللي منشوفها في المرض اللي ذكرتها وهو كرمة بعض الصدمة قد يتحول لفوبيا لكن الأشخاص المصابين في كرمة بعض الصدمة المشكلة أنه يحصل عندهم شيء احدى من سميه تجنب وتجنبوا أي شيء يذكرهم بالخالفة أو بالمشكلة اللي مروا فيها كيفية التعاطي مع مثل هذه الحالات العلاج الأساسي هو نوعية علاج احنا منسميه في الطب النفس اختصارا CBT cognitive behavioral therapy أو ما يطلق عليها باللغة العربية العلاج المعرفي السلوكي وهذا بلزم شخص مختص خصوصا في بما يسمى بلتروما فوكس CBT أو العلاج السلوكي المعرفي المنصب على أصطدمات العصبية وهذا نوع متخصص جدا منه وبيلزم متابعة على الأقل الأسبوعية لهذا الشخص وعدد من الجلسات تراح ما بين 12 ل 20 جلسة عشان الشخص يعرف يرجع حياته طبيعي لأنه لو تركناه من غير علاج بسرعا بالشخص مشاكل اكتئاب فوبيا زي ما ذكرت حضرتك تعاطي للأسف مشاكل في النوم وقد يزيد كذلك نسبة الانتحار عن هؤلاء الأشخاص ويؤثر على علاقاتهم إذا نحن نتحدث عن حالات خطيرة جدا وبالتالي ربما عن بعض العائلات أو عن بعض الأشخاص هناك إمكانية للذهب إلى طبيب للذهب إلى عيادة نفسية مختصة هل هناك نصائح في التعامل الأهل مع هذه الحالات أو المحيط مع هذه الحالات إن حدثت نعم السؤال جميل جدا في حالة عدم القدرة على الوصول لطبيب نفسي أو معالج نفسي فبهذه الحالة الموضوع الأساس في فكرة أي مشاكل نفسية وبالأخص ناتج على الكبارثة الطبيعية هي وجود التعم العائلي والعاطف لهذا الشخص إلى حين الوصول إلى طبيب نفسي فبالتالي يزد على الأشخاص اللي بتعاملوا مع أي شخص تعرض لا موقف مثل هذه المواقف وصار عنده اضطراب كرما بعد الصدمة أو فوبيا أو اكتئاب هو أنه يدعموا نفسيا ما يدعموا على أي عصبية أو مشاكل قد تنتج عنها لأنه الشخص ممكن يتحول لشخص عصبي تتغير شخصيته كمان ما بصير إحنا نحكي لهذا الشخص اللي عارض لهذا الموقف بأنه مثلا نشكك في إيمانه أو نحكي له أنه قدر الله ومشاء فعل ولكن يجب أن وهذا الشخص الذي طارد هذا الموقف يعرف أن نقدر الله ومشاء فعل لكن إحنا نتعامل مع المشاعر التي يمر بها هذا الشخص ويجب أن نعلم أن هذه المشاعر ليس له القدرة على السيطرة عليها فبتالي إحنا ما نلوم هذه أول نقطة تانية ندعمه نفسيا نخفف عنه وكذلك نبحث عن فكرة القبيب النفسي حتى لو من خلال القطاع الحكومي لأنه في الدول العربية لتعلاج لنفسي في القطاع الحكومي مجزاني نعم شكرا جزيلا لك الدكتور قاسم ماريماوي الاختصاصي في الطب النفسي كنت معنا من عمان تنظم إلينا الآن الدكتور إخلاص سعد الإخصائية في الصحة العامة من الرمثة نرحب بحضرتك دكتور إخلاص ربما تتشابه المواضيع لكن إلى أي مدى هناك حالات عصبية تصل كحالة طارئة إلى شفيات طبعا جراء الزلزال أو تداعيات النفسية للزلزال أهلا وسهلا لكي أختي عجيبتي هي الحالات التي تصل إلى الإسعاف في حالات إسعافية في حالات انهيار عصبية غالبا تكون عند الأطفال الأطفال الصغار يوصلون بحالات حلع وهذول لازم تكون التعامل النفسي معهم أكثر أهلية يعني التعامل معهم بطريقة أكثر دقة وبشكل جيد مع الأطفال اللي بيوصلون للمستشفيات أو لقسم للإسعاف فبد يكون التعامل بطريقة تهدئة الدعم يعني التعامل بشكل لطيف جدا ومهدئ للأطفال حتى أنه نقدر نطلحهم من حالة الهلع اللي هم فيها وطبعا وجود الأهل دائما بيكون نوع من أنواع الدعم النفسي اللي بحيط بالأطفال حتى نحن نقدر نتعامل ونقدر نقدر لهم الإسعافات الطبية اللازمة هذا فيما خاص الحالات النفسية لكن في حالات الزلزال إذا كان هناك حالة طارئة لم تستطع الوصول ربما إلى المستشفى أو إلى الطواقم الطبية ما هي النصائح للتعامل معها كالجروح كالكسور ربما إن شاء الله لا تحدث نعم هي التعامل الإسعافات الأولية في مكان الزلزال أو في مكان الكارثة الحادثة التي حصلت هي نحن نعتمد بيكون فينا جروح قد تكون بدنا نصنف الجروح إذا كانت عميقة أو سطحية الهدف الأول دائما في حالة الجروح هي إيقاف النزيف الضغط على مكان التنظيف وتطهير وتعرفين أنه بيكون في أتربة وبتعرض لعوامل العدوى عوامل الجراتيب الموجودة في الأتربة والأغبير الموجودة من جراء الحادث فيجب أن بأي مادة موجودة عندنا من الماء نغسلها بالماء والصبابون أو بالماء يتغسيلها وتنشيف وبضغط على ماء أماكن الجروح ولفها بشاش وإذا كان مش موجود عندنا شاش بأي قماش ممكن نقوم بإيقاف النزيف للجروح القطعية التي نلاحظها كمان ننتبه حتى لو كان المسعفين غير متخصصين ننتبه من المزوف الداخلية كنا سنسأل عن الموضوع ما هي أبرز العلامات أحيانا يكون هناك نزيف داخلي ولا يستطيع الشخص أن يحدد ذلك لأن الشخص الذي أمامه الشخص المصاب يكون في حالة طبيعية وبالتالي ما هي العلامات على نزيف الداخلي نعم هي سؤال جدا مهم العلامات اللي احنا منشوفها إذا كان في عنده نزيف داخلي الشحوب أولا ثانيا تسارع ضربات القلب نشوف تسارع ضربات القلب ومن ثم نزول الضغط فهذه العلامات بتدل على أنه في عنده نزيف داخلي عم بينزق بروح من عنده الحجم الدموي عم ينزل حجم الدم من الجسم حجم سوال عم ينزل وعم يدخل بصدمة فهذه من العلامات اللي بدنا على أنه في عندنا نزيف داخلي يجب التعامل معها بسرعة وتسليمها إما للأخصبين أو فتح طريق وريدي لإعابة السوائل وإكتشاف أين موقع النزف الداخلي إذن الدكتور إخلاص سعد الإخصائية في الصحة العامة حدثنا من عمان شكرا جزيلا لحضرتك محمد أعود إليك بالسؤال إلى أي مدى تم رصد حلابة نفسية كيف الوضع النفسي للأطفال تحديدا ما بعد الزلزالين أيضا في ظل هذه الأوضاع فقدان المساكن بعض الأطفال فقدوا عائلاتهم أباءهم أمهاتهم أصدقائهم أخواتهم أخوتهم وبالتالي كيف ترصدون الحالة النفسية لدى هؤلاء بدقيقة لو سمعت نعم أدينة كثيرة في الواقع على الأقل بالأول أمس عندما حدثت هزة ارتدادية العشرات ربما المئات ممن راجعوا المشافي هم من نتيجة التأثر النفسي نتيجة الخوف والهلع هنا في هذا المركز الذي نتواجد به هناك مجموعات متخصصة من طلاب التربية من جمعيات متخصصة بشؤون الطفل تقوم بعملية مساعدة الأطفال أخراجهم من ذلك الجو عبر ألعاب عبر تشجيع جهد آخر حكومي يوازي هذا الجهد هو بوقف العملية التعليمية في هذه المحافظة حتى الرابع من آذار وهذلك بسبب الوضع النفسي بصبيعة الحال ووضع القلق حتى للعائلات لأن العائلات ليست مستقرة حتى هذه اللحظة هناك مخاوف وهناك حالات خوف كثيرة للغاية ترصد في أرجاء هذه المحافظة وخاصة المناطق المتضررة هذا نتحدث عما وصلوا إلى المشافي هناك أعداد أكبر بطبيعة الحال لم يصلوا إلى المشافي هم يعانونها ربما ضمن عائلاتهم ضمن رعاية والديهم أو رمما حتى في مجموعات لها علاقة بالدعم النفسي بإشراف الأمانة السورية للتنمية التي تقوم جهد كبير في هذا العمل عمل التواصل مع المتضررين نفسيا وتربويا وسلوكيا نتيجة هذا الزلزال رضا أيضا السؤال الموصول هل هناك إحصائية أو عدد معين للأطفال تحديدا الذين بقوا دون عائلات وأيضا الحالات المرصودة كيف يتم التعامل معها وأين يتواجدون الآن هل هناك جهات مختصة تعتني بهم نعم دينا فعلا في مدينة حلب ما سجل أن هناك ستة أطفال فقدوا ذويهم الأب والأم وحتى بعض أفراد أسرتهم أي أنهم بقوا ستة أب وحيدين لا إخوة لا أب ولا أم في مدينة حلب هناك أيضا طفل ما يزال إلى الآن مفقود لم يعرف إن كان بين الضحايا وأنه قد فقد طريقه جراء الزلزال أو نتيجة حالة الهلع التي كانت في فترة الزلزال أو أثناء الزلزال هذه بالنسبة لمدينة حلب ولكن أن نتحدث عن أحصائيات أكثر من ذلك فإلى الآن لا يوجد أحصائيات حقيقية ولكن يمكن أن نقول بأن فعلا كما أشار الضيف في الميدين الأطفال هم الأكثر تأثرا في هذه الحالة هم الأكثر هي لربما الأمر المفاجئ أن تكون ذاكرة الأطفال هي الأكثر استمرارا في هذه الحالات هي الأكثر تخوفا وهي الأكثر تحسسا حتى في ساعات المساء يستيقظ الأطفال بعضهم يستيقظ مرعوبا يتحدث عن هزات أرضية يتحدث أيضا عن زلازل وبعضهم أيضا يسعى لعدم مفارقة أبويه على الإطلاق الكارثة دينا هي بمن فقد أبويه لربما هذا الطفل هو الذي سيحتاج الكثير من الرعاية والكثير أيضا من العناية سواء العناية النفسية أو حتى العناية من نوع آخر العناية لكي يشب ويصبح شابا في فترة زمنية معينة وهذا الأمر أود أن أقول بأنه أيضا هو أمر صعب جدا صحيح كما قال الزميل محمد بأن الأمانة السورية إضافة لبعض الجامعيات الخيرية تعني بشؤون الأطفال وتسعى لمساعدة الأطفال ولكن هي جهود خجولة أمام الحجم الكبير لذلك نلاحظ بأن أغلب الأطفال وأغلب الأهالي اليوم يعانون من حالات القلق المتكررة وحالات التوتر المتكررة لدى أطفالهم جراء الهزات الارتدادية وحتى جراء الزلازل التي وقعت أيضا ورد الآن نقل عن مراسلنا بأن طائرة مساعدات وصلت من ليبيا تحديدا بن غازي ربما وتحمل 14 طن من المساعدات وصلت إلى اللذقية علي أيضا أختم معك عن هذه الحالات عن حالات الفقد الكبيرة الكارثة كبيرة وأيضا أعداد الضحايا كبيرة وبالتالي أعداد من فقدوا ذويهم أيضا كبيرة تحديدا الأطفال منهم كيف هو الوضع باختصال لو سمحت في تركيا باختصال سريع أيضا هي مقاربة يعني فعلا تؤلم في تركيا العديد من الجمعيات الدولية والجمعيات الأوروبية بدأت أساسا بالعمل على توضيع العب للأطفال وتوضيع الألعاب الكبيرة للأطفال في مخيمات النازحين وتولى الجيش التركي بنفسه توضيع هذه الألعاب على كل مخيم للنازحين في ألعاب للأطفال وكذلك بدأت الجمعيات في الدولية والتركيا أيضا بالقيام بنشاطات مع الأطفال الذين فقدوا ذويهم أو مع الأطفال الذين نزحوا مع ذويهم إلى مخيمات النازحين وهذا الأمر تليع الحكومة التركية عناية فائقة وتليع المؤسسات الدولية عناية فائقة فقط في تركيا يعني تليع عناية فائقة فقط للأطفال الأتراك حيث يقومون بتقديمات كبيرة جدا لحظنا العديد من الجمعيات من الجمعيات فرنسية على فكرة ومن الجمعيات أيضا على ما أذكر أيضا إيطاليا رأيناها يقومون بمرارسة المشاطات للأطفال في مخيمات المدحين انطلاقا من محاولة تخفيف تأثير الزلازل على الأطفال. أما بالنسبة للناس الذين للكبار فكما قلت لك التأثيرات النفسية كبيرة جدا ومنها ما بدأنا به الرسالة هو هرب الناس إلى جبال طروز والانضمام إلى الأتراك الأوائل في الخيام والهرب من الأبنية المكونة من الحجارة خوفا من الزلازل. ما تتحدثون عن زميل علي وزميل رضا وزميل محمد أيضا يطرح كل شعارات الإنسانية التي تنادي بها هذه الدول تحديدا دول الغرب يطرحها ويسقطها من قبالهم للأسف. شكرا جزيلا لكم علي مرتضى موفد الميادين إلى سيليفكا كنت معنا من جنوب تركيا رضا الباشا كنت معنا من حلب المدينة القديمة والزميل أيضا محمد الخضر كان معنا من الاذقية تحديدا من المدينة الرياضية شكر الكبير لكم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء موسيقى